السلام عليكم. إن شاء الله اليوم هنتكلم على two terms كثير مشهورات في data science. الأول اسمه correlation والتاني اسمه auto correlation والفرق بيناتهم. إن شاء الله في هذا البارد هنتكلم بشكل بسيط كيف نحسبهم باستخدام python. وفي البارد البعده بندخل بتفصيل أكثر عن two terms. بشكل أساسي لما نحكي كلمة correlation أنا بفهم إلي البيانات اللي بيطبق عليها هذا الفنكشن هي عبارة عن tabular data. ولما أحكي كلمة auto correlation بفهم إنه البيانات اللي بيطبق عليها هي عبارة عن time series data. تمام؟ فالcorrelation تستخدم في tabular data والauto correlation في time series data. إذا أخذنا على سبيل المثال قمت بإدخال اللي بريطبق عليها. ونبدأ بداية بالcorrelation. في عندي الاسمه السنس اللي بريطبق عليها load dataset mpg. أو تستطيع تعمل أي بيانات بيانات الدكية. وسميتها بdf core لكي أميزها عن df auto core كما نرى. حكيت له عرض لأول خمس rows. روز 5 observation فبلش من 0 إلى 4 كما نعرف لأنه الاندكس ببلش من 0. الآن لما نحكي كلمة الcorrelation نقتصرها بcore. أنا بحكي فقط numerical. انتفقنا؟ ثم بنفع طبق الcorrelation على الobject. فبداية علشان أشوف البيانات اللي عندي بدي أعرف شو types تبعها. أنه الcorrelation ما بتطبق على الobject. حكيت له df core اللي هي data frame اللي عملت لها importing method dot dtypes. فرح مباشرة رجع لي كل column كل feature وشو types تبعها. لاحظ أنه آخر اثنين هم categorical تمام. والأول المجموعة الأولانية هي عبارة على numerical. أو number. فبعرف أنه أنا الcorrelation فقط بقدر أطبقه هون. أما على الكاتيجوريكان ما بقدر أطبق الcorrelation. واضح؟ علشان نفهم أكثر. لو أنا كان عندي بيانات. أوكي. زي ما بنعرف دائما نحن في الموديل بيكون عندي بيانات. بيكون في عندي الـ x اللي هو عبارة عن الـ input. بتكون مجموع من الـ feature. والـ y اللي هو العبارة عن الـ output. فرضا لو كانت الـ x هاي بتتكون من feature 1. feature 2. بنحكي لعنى feature 1. والـ y هي عبارة عن label 1. بنحكي لعنى feature 5. الآن الكوريليشن. تمام؟ بقدر أطبقها. بين أي feature جوال x. مثل feature 1. feature 3. أو feature 1. for example. feature 2. واضح؟ وبقدر أطبقها أيضا على correlation. أي feature من الـ input مع الـ output. فcorrelation feature 1. for example. y. correlation feature 5. y. لأنه بالأخير. أنا أتأكدت إنه هدول عبارة عن numbers. numerical. وهدول كمان عبارة عن number. numerical. فالموديل. إذا كان الـ output فيه عبارة عن number. numerical. أنا بعرف إن أنا شغال إيه؟ regression. صحيح؟ طيب. فالcorrelation. بين أي two features. في الـ input. أو أي feature في الـ input. مع الـ output. له كثير استخدامات. نأخذ بشكل بسيط الكيس هاي. في هاي الحالة إذا أنا كن شغال فقط في الـ input. نعم؟ يعني في الـ dependent. variables. فأنا بدور على الـ collinearity. تمام؟ ونحن نعرف أن الـ collinearity تأثيرها سلبي على الموديل. أما إذا أنا كنت شغال بين الـ output. والـ input. العلاقة الـ correlation بين كل الـ input والـ output. فأنا شغال في الـ feature selection. for example stage. أو أيضة عدد العمليات. في الأن إذا كنت أخذ الأن. كنت أخذ العدد العمليات. لأنه كلا يستطيع عدد العمليات لأمي لتأثيرها. أو كنت أخذ الأن. فبعض هذه العمليات إلى أثر سلبي. فهذا تتكلم هذا. فأنا أضعف القاسم بإستخدام الـ correlation. إذا كنت نتعمل في الـ Punitive analysis. كيف نعملها؟ كل خيار مع الـ y. والتي تكون علاقته أقوى. فأنا مباشرة أخذ الـ feature hi. إذا كانت فترة واحدة و في حالة نضحف بـ 0.8 وهذه كانت 0.8 و وهذه كانت 0.7 فأنا أعرف ان فترة واحدة أقوى مع Y من فترة واحدة مع Y أتفقنا بهذا الشكل البسيط نرجع مرة ثانية لكي نفهمها أكثر إذا نحن نحن الجزء يجب أن نكون بين نوعات والcorrelation ستكون إما بين الـ Dependent Variables أو الـ Dependent Variables وIndependent Variables وهما X و Y مثلاً، إذا قلنا نرى الcorrelation استخدمت الـ Scattery Plot إذا عرفت الـ Data، حكيت لأخذ لي الـ X MPG والـ Y horsepower لاحظت أنه الاثنين أنا اخترت أيش، عبارة عن الـ Numeral فهي الـ X Axes وهي الـ Y Axes الـ Correlation هو أن يأتي العلاقة بين الـ Two Features أو الـ Two Variables لأن إذا واحد فيهم زاد، تغير، ما سيحدث في السلوك الثاني؟ هل إذا واحد زاد؟ هل إذا واحد زاد؟ هل إذا X Axes زاد؟ Y Axes يزيد؟ أو إذا X Axes زاد، هل Y Axes يقل؟ فإذا كان الاثنين، تغير الأول باتجاه، يساوي، يعمل نفس الـ Effect على الفاكتور الثاني ويزيد بنفس الاتجاه، أو إذا هذا قل، هذا كمان بقل، هذا يسميه Positive Correlation أما إذا كان التغير عكسي، يعني إذا X Axes زاد Y بقل، أو إذا Y زاد X Axes بقل، هذا يسميه Negative Correlation واضح؟ فلاحظ عندي هون أن الـ MPG، لما تزيد قيام الـ MPG بتجاه اليمين، ما سيحدث في الهورس بوار؟ بنزل تمام؟ لاحظ، لما تكون حوالين 200 إلى 225، كل قيام الـ MPG بتكون قليلة، أكيد، لأنه كل ما تزيد القدرة تبعة المحرك، سيصير يمشي أقل بالتنكي أو بالغالون، السيارة، فهذا المثال، على negative Correlation واضح؟ طبعا، الـ Correlation أكثر من نوع Linear Correlation والNon-Linear Correlation في بعض الثانية، لكن اليوم نريد أن نركز على الفكرة الأساسية، إنه العلاقة هو Statistical Relationship إنه فاكتور عندما يزيد، ما سيحدث بالفاكتور الثاني، ما تأثيره عليه؟ طبعا، هناك فرط ما بين Correlation والCausation، ما يشبهه بعض تمام؟ الآن، لو أخذناها بشكل بسيط، حكيت له، المثود أو الفنكشن الذي يستخدمه لحساب الـ Correlation في البنداز، دائما تكتب الفيتر الأولى .core وتضع الفيتر الثاني بين parentheses، نحسب الـ Correlation، لو أخذت له، أخذت هذا الفيتر، اللي هي الـ MBG، أخذت له .core، الفيتر الثاني، اللي هي الهورس باور، أعطيني سالب 0.77، واضح؟ لو أخذت له الهورس باور مع الـ MBG، يعني عكستهم، صارت فيتر 2 بره، وفيتر 1، أعطيني كمان سالب 0.77، فأول شيء، هذا مؤشر على إنها نيجاتيف، تمام؟ حسناً، مع الـ 0.77، أصلاً الـ Correlation، ستكون أكبر من سالب 1 وأقل من 1، سالب 1 هي أقوى إش على الـ Negative، والـ 1 أقوى إش على الـ Positive، والـ Zero ما في علاقة، لو أخذنا طريقة تانية حسبنا الـ Correlation، هنا كنت أستخدمها بالـ Series، هنا أعطيته DataFrame، حسناً، تتكوّن من Two Features، وحكيت له حسب للـ Correlation، الـ Return لا يكون Single Value، أو Scalar، الـ Return يكون Matrix، هذه الماتريكس تتكوّن من الـ MBG، Feature 1، Feature 2، والـ Rose أيضاً Feature 1، Feature 2، تمام؟ لاحظ أن الـ Diagonal وحكيته لأنه دائماً، Feature Feature 1، Dot Core Feature 1، Sure 1، ستكون دائماً، العلاقة بناتهم positive، واضح؟ لكي نضحها أكثر، لو رجعنا للرسمة، حكيت له، يرسم لي السكتر بلوت، لما يكون عندي الـ X axis MBG، والـ Y axis MBG، تمام؟ لاحظ أنه positive، وكمان لا يوجد السكتر على الإجناب، لا يوجد نقاط هنا، كلها على نفس الـ Line، لذلك تكون positive 1، أقوى شيء، تمام؟ فالـ Correlation بين كل Feature و نفسها دائماً equal 1، لو رجعنا مرة تانية، فدائماً نلاحظ أن الـ Diagonal دائماً equal 1، لأن كل دائماً الـ Diagonal وهو كل الـ Correlation مع نفسها، تمام؟ الـ Off Diagonal يكونوا متساويين، لأننا قلنا أن الـ Correlation بين الـ Horsepower والـ MBG، هو يساوي نفس الـ Horsepower والـ MBG، فسالب 0.77 وسالب 0.77 فالـ Correlation، سأعطي إعادة على الـ Linear الـ Relation بين دائماً لأنهم نفس الاتجاه أو عكس الاتجاه ومدى العلاقات بناتهم ومدى العلاقات بناتهم، ومدى العلاقات هذه الـ Relation انتفقنا؟ هذا الـ Correlation قبل أن نتقل الـ Auto-Correlation أكيد أنكم رأيت هذه الرسمة هذه الرسمة كثير مهمة نحن نتحدث عن Person-Correlation حسناً، لاحظنا هنا X-Axis والY-Axis ما كانت الأمر بشكل X-Axis والY-Axis والY-Axis ومدى العلاقات قد يكون أشهر 1 و أشهر 1 أو أشهر 1 و أشهر 2 لكن تبني العلاقات لاحظ هنا عندما X-Axis والY-Axis 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 نفس الاتجاه نفس الاتجاه الـ 2 لكن السبب وجود السكتر أو التي تجعلها 0.8 واضح؟ لاحظ أن نفس الشيء هنا بضيطيب لكن السكتر أبعد فهذا اللي خلها 0.4 هنا لاحظناها 0 هنا سالب 4 0.4 لأنها بالنغة وفي سكتر لاحظ هنا صارت سالب 1 لأنها لا يوجد سكتر الملاحظة الثانية هاي أول ملاحظات الملاحظة الثانية كثير مهمة لاحظ شدة الانحدار مع إلها دخل ب 1 اللي بيحدد 1 ولا 0.8 مش شدة الانحدار يعني مو هاد بيكون 1 وهاد بيكون 0.8 لا مو هيك الفكرة الفكرة هل فيه سكتر ولا ما فيه سكتر تمام في الكوريليشن لاحظ هدو الكليات هم 0 في البرسون كوريليشن تمام فلاحظ هاي سالب 1 عنه هاي أكثر انحدارا صح من هاي لكن أنه ما فيه سكتر كان سالب 1 سالب 1 وهي لأنه ما فيه سكتر صارت كمان سالب 1 فهذا أهم النقاط اللي نعرفها عن الكوريليشن طيب الآن ننتقل الوضوع الثاني فنلخص مرة سريع بس أنه الكوريليشن بين 2 فيتشار ويجب أن يكون 2 فيتشار وحسب وين استخدامه ببني عليه الكاسس تبعيتي وبعرف كيف استخدمه الآن باستخدم بين ديبندان وانا ديبندان وانا ديبندان الوضوع الكوريليشن باستخدمه في التايم سيريز ففور إفزامبل كمان في عندي تويز ديتا اللي هي الفلايز متلا لو عملت لها امبوت وحطيتها بديتا فريم فريم نسمها لذلك نميزها عن الفوق وحكيت له ورجيني أول 5 أنا لا أريد أعمالها كاية سيريز الآن بس بدي أشوف فكرة وحكيت له أعطيني فقط الباسنجر تمام؟ ورسمته لاحظ معي لما رسمت الباسنجر طبعا هذا يجب أن يكون تايم بس لأننا ما حولنا لإندكس ما في اشكال احنا بس بدنا الفكرة فهي فكرة التايم سيريز لاحظ انه فيه طبعا هي ملتبلكتيف صح؟ اوكي كمان بس احنا بدنا نركز اعنا فكرة انه فيه تكرر بالشكل يعني تقريبا تقريبا لاحظ بس كبرت شوي هون مثلا نحكي هيك قاعد بتكرر هاد الشكل تكرر هاد البتر من سميه سيزوناليتي تمام فور اكزامبل انه السكان فيه لهم بتر معينة باستخدام الكهرباء بتشك تتكرر بشكل اسبوعي واضح هاد بسموه سيزوناليتي هاد واضح كتير بهاي الرسمة بهذا البلد فالان الاوتو كورريلاشن شو وضيفته الاوتو كورريلاشن وضيفته يبين لك هاي البتر كل كمي بتتكرر طبعا استخدامه ولو دقة اكثر في تايم سيريز ديتا وخصوصا في الاريما اوكي لما نعملها مودلينج لكن حبنا بشكل بسيط حكينا انه الكورريلاشن بين 2 different features الاوتو كورريلاشن بين الفيتر ونفسها بس باختلاف اللاك اوكي فالاوتو كورريلاشن فيتر وان مع نفسها لكن في عندي فكرة اسمها اللاك واضح؟ بحسبها كيف دوت اوتو كور وبعطيه اللاك يعني فور اكزامبل لو كان انا عندي بيانات اه الاصلية هاي feature one كانت خمسة ستة سبعة حكيت له F1 وحكيت له lag 1 فبصير هيك شكلها بصير هون بصير خمسة ستة والسبعة بتنزل لتحت واضح؟ فالان هو بحسب بعد ما يعمل اللاك هاد بحسب كورريلاشن بين هدول التو features هاي فكرة طب لو lag 2 بتنزل كماننا بتبلش خمسة من عند جوار السبعة وبتنزل ستة سبعة لتحت طيب فور اكزامبل لو حكيت له احسب لي الاوتو كورريلاشن للاك 1 اعطاني 0.96 واضح؟ طيب لو حكيت له احسب لي الاوتو كورريلاشن للاك 0 اعطاني 1 ليش الاوتو كورريلاشن للاك 0 equal 1؟ لو اخدت feature 1 واخدت feature 1 لاك 0 وشان هي لاك 0؟ يعني ما تغير عليها هاي خمسة هاي ستة هاي سبعة مع انه لاك 0 ما تشفتهم لتحت هاي خمسة هاي ستة هاي سبعة تذكر لما اخدنا انه الكورريلاشن بين الفيتر ونفسها feature 1 feature 1 equal 1 على الاكيد انه هيكون هيك straight line صحيح؟ ففي علاقة بين الكورريلاشن للاوتو كورريلاشن خليها الان اكسبارد الان تعال نعمل list comprehension الهدف منها احسب الاوتو كورريلاشن فاكتور لأكتر من لاك فانا حكيت له 4i اللي انا قصد فيها اللاك الرينج التلطاش يعني بلشتلي من عند 0 1 2 لحد ما تصل لعند الاثناش هاي هوم لست وكل مرة احسب الدي اف اوتو كورريلاشن للاوتو كورريلاشن باستخدام هاي الميثود وفي عندي اسمه lag وسيفلي فيه الاي فحيبلش من عند 0 1 2 3 لعند الاثناش ونشوف الاوتو كورريلاشن تبقى حون فلاحظ هانا لما كانت الاغ equal 0 وهون عند الاغ equal 1 اللي نلاحظ بديك اتلاحظها معي انه مناحظ الاغ equal 12 كانت اعلى رقم بعد الوان طبقا احنا في الاثو كورريلاشن ما منشوف الوان بالمرة لانه ما في الاثو كورريلاشن ما منستخدمها ان هزاي هزاي الكورريلاشن احنا بدينا فكرة الاثو كورريلاشن عشان نطول البترن أو سيزونلاتي فلاحظ انه اللاق 12.99 هو اعلى رقم من كل اللاقز فبعرف انه سوزنالتي عنده هنا 12 وهي منصلي الديات اللي معي فبعرف انه كل سنة قاعد بتكرر سلوك البيبو عندي والبهيفير تبعهم واضح لان لو جيت ارسمها باستخدام بانداز والمات بلوت لاحظ عندي لو انا بس اعطيته ال x اللي هم range وال y اعطيتلي ال autocorrelation factor or less comprehension اللي بناتها قبل شوية فلاحظ كيف يطلع معي الشكل حكي انا الزيرو انسى ما بدي اياه تمام فلاحظ عندلي 12 كيف اعلى اشي تمام فهدل على ان انا عندي ييرلي السوزنالتي تبعيتي فال autocorrelation هو يمثل العلاقة بين الفيتر ونفسها باختلاف اللاك وهذا بيفيدني في اكتشاف البتل لو بشكل سريع بدل ما يبلش من الزيرو بلشته فور اكزامبل من ثلاث وبدل ما ينتهي بال13 حكيت له انتهي اللي بال15 تمام شفت انتر هون عدلتها نفسها من الثلاثة للخمسطاش انا نشوف شكل الرسمة لاحظ سوري ثواني لاحظ انه عند ال 12 اعلى رقم اعلى autocorrelation قبلها بيكون منخفض وبعدها بيكون منخفض اوكي فبشكل سريع لما نحكي الcorrelation بحكي تو فيترز والتو فيترز بكونوا نيوماريكال لما احكي autocorrelation one feature with itself لكن في عندي لايج علشان اقدر اشوف البتل والسيزوناليتي تبعيتها يعطيكم العافية